اشتركوا في القناة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة وناقش مجلس النواب في بند المشاريع بقانون عددا من التقارير منها تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بانشاء صندوق العمل وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيدا من الدراسة وفي بند الاقتراحات بقانون ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن بحرانة بعض المهن في القطاع الخاص وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة وفي بند الاقتراحات برغبة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة تعنى بالتخطيط في مملكة البحرين وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة تمت الموافقة على مشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات ويأتي هذا من حرص المملكة على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون وكذلك دعم التكامل في مجال الاتصالات وتمت الموافقة بالإجماع على المشروع طبعا تطرقنا إلى الإعفاءات والحصانات التي تقدم إلى الموظفين وإلى المكتب ككل وتم التوضيح من قبل ممثل الوزارة تم توجيه سؤال لوزيرة الإسكان ونشكر وزيرة الإسكان عن الجواب الشافي سألناها بالنسبة عن مشروع نسيج لهوى جمانة عن الوثائق وجاوبت إن شاء الله الوثائق على وشك الانتهاء منها وصدارها للمواطنين وهذا شيء طيب من وزارة الإسكان وقاعدة تقوم بالمهمات كانت في السابق البيوت كانت بدون وثائق واليوم قاعدة تصل لناهم وثائق في نفس الوقت بعد تكلمناها عن مزايا وعن الأمور التي تقوم منها يعانون منها المواطنين وعدت إن شاء الله في أمور طيبة إن شاء الله بصير للمواطنين تمت اليوم مناقشة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول موضوع ضريبة القيمة المضافة وتمت إجابة معالي الوزير على هذا السؤال على أساس أن القيمة المضافة أتت بسبب اتفاقية خارجية أكدت أدور التعاون بين دول الخليج العربي أيضا كان من محتوى السؤال يعني الأثر اللي حدث على المواطنين بعد إقرار الضريبة المضافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر